نبدأ فترة أسئلتنا النهاردة فترة أسئلة خدمة يوم السلساء 30 يناير 2024 ربنا يبارك حضراتكم فترة أسئلة النهاردة زي ما اتفقنا هي بقية أسئلة يوم 16 يناير زي ما حضراتكم طلبت لأن الأسادزة الأحباء زعلوا وقالوا اللي بيحط أسئلته في الأول بس هو اللي بيتجاوب واللي في ساعة ونص ما بنلحقش نخلص الباقي بعض الأسماق الأولانية بتبقى أسادزة أحباء لكن أسماق متكررة كالعادة فعشان بعض من حضراتكم زعل اتفقت قلتلكم حاضر هاخد كل الأسئلة بتاعة المرة اللي فاتت والمرة الجاية اللي هي النهاردة هجاوب عليهم فالنهاردة مش هادر هاخد أسئلة جديدة لأن هجاوب على الأسئلة اللي ما تجاوبش عليها الأسبوع اللي فات عشان نحدش يزعل بفكر كمان فترة أسئلة اللي الجاية اللي هي الأسبوع اللي بعد الجاي اللي هي بمعونة ربنا إن شاء الرب وعشنا هتبقى يوم 13 فبراير مش هقدم تعليق على الأحداث هخلي الفترة كل لها أسئلة لمدة ساعتين وشوية زي ما اقترحتوا حضراتكم سابقا ليه عشان أخد أسئلة أكتر عشان محدش من حضراتكم من أخوات الأحباء العزاز عليها جدا يزعل لكن خليها let's put it as a fact الأسئلة بركة كبيرة كتيرة فالوقت ما بيكفيش هو ده كل الموضوع فححاول أخذ على قد ما أقدر لكن ما أعتقدش أنه حيتوفر الوقت أن أنا أقدر أخلص كل الأسئلة اللي بتيجي في وقت الخدمة مرة واحدة فمعليش سامحوني لكن ححاول على قد ما أعطروا بحاول قدام حضراتكم ربنا يباركوا فأبدأ دلوقتي في الأسئلة بتاعت بقيت أسئلة يوم الثلاثة اللي فات أعتقد كان آخر سؤال وصلت له هو سؤال دكتور اللي هو عن موضوع احتفاظ بالمعلومات السؤال اللي بعده كان الأستاذ عبد المسيح اللي كان بيسأل بيقول في سفر التكوين قال إصحاح 20 ليه الله عاقد أبي مالك بمرض وأمسك كل رحم من الخلفة في بيته هو كان رجع سارة لإبراهيم دي كانت غلطة إبراهيم عشان هو ما قالش إنها امرأته ونفس الوقت خلى إبراهيم المخطط يصلي ليه ليشفى مش ده عدم عدل من الله وتحيز لإبراهيم أشكرك جدا عزيزي على سؤال حضرتك قدمت رد على موضوع مشابه بس كان عملتها على فرعون لأن الموقف ده تكرر مرتين مرة على أبي مالك ومرة على فرعون ووضحت القصة باختصار شديد فالقصة عزيزي أستاذ عبد المسيح ليس تحيز لإبراهيم لكن مين قال إنه إبراهيم لم يعاقب فإبراهيم عقب ومين قال إنه أبي مالك إنسان ما كانش شرير يستحق فعلا هذا العقاب في بيته باختصار شديد جدا عزيزي أبي إبراهيم ليه عمل هو أبراهيم غلط؟ أه طبعا ما حدش يختلف على هذا الأمر إنه هو قال إنه صار أخته ما قالش إن هي زوجته ونصف الحقيقة شر من الكذب لكن ليه خاف من إبراهيم مع فرعون وخاف إبراهيم من أبي مالك؟ خاف من شرهم لأنهم بينفزوا عادة شريرة في هذا الزمان اللي هو المالك السائد القوي بيتكبر وبيصبح من حقه ياخد أي إمرأة حصنة المنظر بدون ما توافق ولا حتى أهلها يوافق لو غير متزوجة عشان بس كرم منه بيدي أهلها كعطية من المالك لو متزوجة بيقتله جوزها وياخدها برضه دشر ففرعون كان يستحق العقاب وأبي مالك كان يستحق العقاب لو عايز اكتب يعني أنا ما عملتهاش على أبي مالك عملت الملف على فرعون عاقب الرب فرعون وهتلاقي الملف أخوان الحبيب فهل فرعون وهل أبي مالك الاثنين يستحقوا العقاب؟ أيوة بنفزوا عادة شريرة جدا في هذا الزمان هذه الملف أخوان الحبيب الحاجة التانية هل أبي مالك أخد موافقة سارة؟ لو نفتح مع بعض في سفر التكوين إصحاح عشرين لو أنا مش مخطئ ونقرأ مع بعض لأنه لم يذكر على الإطلاق أنه أبي مالك مثلا الاستشار صارة أو أخذ موافقتها ده أخذها غزبا عنها بدون موافقة ولا رفض ولا غيره لكن العدد بيقول بسلامة قلب أيوة بسلامة قلب في نقطة واحدة أنه هو ما كانش يعرف أن هي متجوزة لكن ده لايع فيه من أنه أخذها بدون موافقتها عشان كده نلاحظ أن ربنا بعد حتى ما أعلان له ربنا رجع هدد أبو مالك ليه هدد أبي مالك؟ فبيقول فالآن رد إمرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا وإن كنت لست تردها فإعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك يعني ليه ربنا بهدد أبي مالك بعد ما قال له قريدي الستة دي متجوزة لأنه ربنا عارف أن فيه احتمالية أو ربنا عارف مسبقا أنه ممكن يبقيها حاجة تانية أبي مالك أرجع صارة بعد تهديد ربنا ليه مش قبل زي ما حضرتك بتقول في التعبير لحضرتك بتقوله ليه ربنا عاقب أبي مالك بمرض وهو كان رجع صارة الإبراهيم لا هو ما كانش رجع صارة الإبراهيم موقف أن ربنا مسك كل رحم في بيت أبي مالك علشان خاطر عقابا ليه لأنه لسه هو محتفظ بصارة عنده هو رجع صارة بعد العقاب وبعد تهديد ربنا لكن مين قال أن ربنا معاقبش إبراهيم ربنا حقيقي عاقب إبراهيم بل تركوا ياجني الألام نتيجة فعلته الخطأ إبراهيم اتخذت مراته منه ده عقاب مؤلم جدا فإبراهيم أكشول اتعاقب وأبي مالك اتعاقب ولكن الموقف أنه برضو ربنا في الآخر ادى كرامة لإبراهيم عشان لوحده أمام أبي مالك وجيشه عشان ما يفنوش إبراهيم ده باختصار شديد عزيزي لكن إبراهيم اتعاقب أبي مالك يستحق العقاب وربنا عارف أن أبي مالك بشره ممكن يتمادى حتى لو عارف أن هي لها زوجة عشان كده ربنا هدد أبي مالك هذا التهديد ده باختصار لكن زي ما قلت لحضرتك أنا ما عملتهاش على موضوع أبي مالك عملته على كان السؤال اللي جاني وقتها أو شبه اللي كانت مذكورة كانت على فرعون فعملتها كرد على فرعون لكن هي نفس التكرة أشكر حضرتك وربنا يبركك عزيزي السؤال التالي أستاذ آدم سلام المسيح عزيزي وربنا يبركك جدا بتقول هلو سيفر كان رئيس رأساء الملائكة حتى ميخائيل ولا لا وإزاي راح يعمل انقلاب في السماء ويوسوس للملائكة يعني هو مش عارف أن الله يعلم كل شيء ويعرف الله بعلمه المصدق كان هيعرف هو هيعمل إيه المفروض إن الملائك ده مليان حكمة إزاي صنع حرب مع ميخائيل وملائكته وإيه نوع السلاح اللي استخدمه وإذا هيأثر فيهم وهم أرواح لا يتأثرون أشكرك جدا عزيزي على سؤال حضرتك ربنا يبركك أستاذ آدم ولكن لو تحب إرجع ليه ملف كده بسيط على قدي شرحت فيه هذا الأمر لما كنا بنفسر سفر رؤية أعتقد دور فين في سفر رؤية فيه تفسير رؤية 12 سبعة هتلاقي العدد فيه معلش مايك الماوس بيتحرك بالعافية فيه ناس من الأحباء الحلوين اللي بيهكروا على الكمبيوتر فلما بيدخلوا بيهنجوا وتلاقي الماوس فرز أنا آسف وأشكر ربنا أن أنا أطمئنيت عليهم لأنهم لهم فترة ما عملوش الموضوع ده فكويس كده نطمئن أنهم كويسين وبخير يدخلوا كده ويحبوا يلعبوا شوية في الكمبيوتر مش مشكلة معلش سواني أنا منتظر الملف يفتح لكن تفسير سفر رؤية صحاح 12 عدد سبعة مش فاكر إذا كان عدد ستة وسبعة أو عدد سبعة وثمانية عتقد سبعة وثمانية باختصار شديد عزيز على فكرة سؤال حضرتك حلو جدا وممكن مرة من المرات نعمله موضوع كامل لكن باختصار أولا الشيطان لم يكن رئيس للملاك ميخايل ده النقطة الأولانية في سؤال حضرتك هل كان رئيس رؤساء الملاكة حتى ميخايل الإجابة لا بل عندنا دليل عكسي أن ميخايل ملقب واحد من الرؤساء الأولين يعني كان في مجموعة رؤساء أولين ميخايل واحد منهم فالشيطان لم يذكر أنه هو رئيس الرؤساء لا الكلام ده تلاقيه في سفر دانيال صح 10 وهو زاميخايل واحد من الرؤساء الأولين الحاجة التانية هو الموقف ده يعني ما وصفهوش الكتاب لهو بانقلاب ولا وسوسة شيطان لبقية الملاكة ولا غيره لو تفتح معايا سفر أشعية 14 العدد الشهير اللي حضراتكم عارفينه اللي هو كيف سقطت من السماء يا ظهرت بنت الصبح كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم وانت قلت في قلبك أصعد إلى السماء أرفع كرسية فوق كواكب الله أجلس مثلك على جبل اجتماع في أقص الشمال أصير مثل العلي البعض حتى مش عارف حاليا كانوا بيقول البعض أنه في بعض المفسرين قالوا أن الشيطان كان عايز يأخذ مكانة ربنا لا كلام ده غير صحيح الشيطان كان عايز يصير مثل العلي ودي يمكن لو هعمل ملف تفصيل حشرح المقصود بيها على قد مقدر لكنك انحضرت إلى الهوية فغالبا لما هو تكبر حصلت الحرب دي لمذكورة في رؤية إصحاح 12 بوضوح حصلت حرب في السماء ميخايل وملائكته حربوا التنين وحارب التنين وملائكته فالملاك ميخايل حربوا التنين ويذكرها بالمفرد لكن يكمل أن بعد كده كمالة الحرب دي التنين وملائكته حربوا تكملوا في الحرب دي الموقع وقع مش مشكلة حبيت افتح الانجيل بس ما فتحش كل خير يعني اللي الدخلين بيعملوا حاجات جميلة في نفس الوقت حانا يدخلوا على الموقع ببرامج تضاعف نسبة الدخول فواحد يدخل كما لو كان داخل بألف اسم أو ألف باند فيخلي الموقع يهنك شوية معلش نشطة النهاردة شوية ربنا يبركه ما علينا مهمة كمل في السؤال حضرتك ومعلش سامحت لو معرفت شفتح الكتاب المقدس منه على الموقع كويس فلما حصلت الحرب لما الشيطان تكبر ولما بدأ يتكبر وعايز يصعد فوق مرتفعات السحاب يصير مثل العلي حربه ميخائيل طبعا لأنه خادم ملهيب نار من خدام ربنا ولكن لما بدأ الحرب دي وكان منظره الشيطان قوي فعلا تلت الملائكة بإرادتهم فهم نظنون هو قوي جدا يمكن ينتصر على ميخائيل فانضموا إليه عشان ينالوا مكان أفضل لو انتصر وده أظهر عدم محبتهم وعدم خضوعهم لرياستهم الملائكية والمراتب بتاعتهم وده اللي يوضع عملوا كده بإرادتهم اللي يقولوا معلمنا يهوزة في رسالته ولا بيقول انه هو الشيطان وسوسلهم ولا غيره دي مش مذكورة لفظة فلما بيقول في رسالة يهوزة والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل ترك مسكنهم حفظهم بقيود أبدية تحت الظلام فهم ما حفظوش رياستهم لأنه تركوا رياستهم وذهبوا بإرادتهم عشان يحربوا مع الشيطان ضد مخيل وملائكته وده ما تقالش انه فيه إغواء لكن هم من كانوا يتمنوا مكانة أفضل لو اتبعوا سؤال الثالث أو الجزء الثالث من سؤال حضرتك بتقول طب هو ازاي حكيم جدا ويعمل كده حكمته فسدت الكلام ده برضو مذكور في الكتاب المقدس في صفر حسقال 18 لما بيقول أفسدت حكمتك ببهائك أو لأجل بهائك فحكمة الشيطان فسدت بتكبره أجل النقطة الرابعة السلاح اللي استخدمه طبعا معرفش إيه السلاح اللي استخدمه لأن احنا لسه في نطاق الجسد والمادة لكن هنا ده بنتكلم على كائنات نارية لأنهم خدام لهيب نار زي ما قال الكتاب بوضوح فما عرفش إيه الأسلاحة المستخدمة طبعا ما كيد مش سيوف ولا رماح ولا سهام لكن حاجة مستوى مختلف لكن أقدر أقول سلاح مخايل اللي انتصر به أو أهم سلاح انتصر به مخايل هو طبعا اسم ربنا إيه لقصد أقوله برضو في رسالة معلمنا يهوزة لما بيقول أما مخايل رئيس الملائكة لما خاصم إبليس عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء بل قال ليينتهرك الرب يعني مخايل انتصر على الشيطان وملايكته إزاي باستخدام اسم ربنا ليينتهرك الرب لأنه هو خادم لربنا وبيعمل زي ما ربنا هو اللي بيقول النقطة اللي بتاعت هو مش عارف إن ربنا بعلمه مسبق عارف هيعمل إيه مقدرش أجاوب على النقطة دي قاوي طبعا هو في الوقت ده كانت الملائكة لسه مخلوقة حديثة أنا عرفش مقدار خبرتها قد إيه لكن الكلام اللي قلت لحضرتك ده حتى الآن يعني المفهوم البسيط من الكتاب المقدس اللي جاي ده ده فرضية لضعفي فقط قد تكون خطأ مرة تانية اللي حقوله دلوقتي اللي هو تفسير ولا هو شرح بل فرضية القصة بدأت من أول يوم في الخليقة ربنا خلق السموات والأرض وكل جندها زي ما بيقول في تكوين اتنين وبعدها زي ما بيقول لنا سفر أيوب 38 ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله الشيطان لغادلاته ما سقطش وبعد كده ربنا كامل الخليقة وكلها والغاية ما خلق آدم وجنة عدد دليلي إيه حسق يال 38 اللي قلتها أكتر من مرة لما بيقولوا كنت في عدن جنة الله بين حجارة النار تمشيت أنت الكروب المنبسط أنت كامل في طرقك من يوم قلقت حتى وجد فيك اسم لغاية ما تخلقت جنة عدن أيوب حسق يال 38 بيقول بوضوح آسف 28 بيقول بوضوح لغاية ما تخلقت جنة عدن وده طبعا تخلقت بعد آدم زي ما بيقول لنا سفر التكوين صح 2 بوضوح لم يسقط الشيطان بعد ولكن بعد ذلك تكبر وحكمته فسدت وحصلت الحرب والاضطرد منها وبعد كده أغوى آدم وحواء ليه قد يكون وأكرر دي فرضية قد تكون خطأ أول مرة الشيطان يشوف ربنا في منظر جميل جدا ولكن يعني شبه تواضع منظر مرئي لما ربنا كان بيظهر لآدم اللي يتمشى مع آدم عند هبوب ريح النهار وأعتقد الشيطان قد يكون شاف أن ربنا معد مكانة مرتفعة جدا لآدم هذا الكائن البشري اللي أضعف من الشيطان حسب رأي الشيطان المتكبر عشان يوجد في ربنا كلام ده في فليبي 3 لما بيقول أوجد فيه فربنا كان معد لآدم أنه يصير شريك طبيعة الإلهية الكلام ده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية الذي وهب لنا الموعيد العزمة والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية فالشيطان كله كان عايز هذه المكانة العزمة السمينة مش عايز بس يكون خادم لهيب نار لهذه الكائنات الإفرقية وضعيفة فاهمني هو مش عايز يتكبر ويبقى أعلى من ربنا زي قال بعض المفسرين لا هو عايز يتكبر وياخد مكانة آدم المستقبلية اللي يبقى فيه ربنا شريك الطبيعة الإلهية المكانة المعدة للبشر ولكن سقط بتكبره الموضوع ده هعمله وحاضر بشيء من التفصيل لأنه موضوع جميل ويمكن نفتح شوية فكرة هو ليه حتى الشيطان بعد ما سقط لسه بيحاول يغوي البشر هو عايز ايه نفكر فيها مع بعض ربنا يبارك حضرتك وأسف طولت في النقطة دي أستاذ حسام نعمة وسلام رب المجد بتقول يسخر الملحدين من الميلاد العزري للمسيح طبعا هم ينكرون المعجزات حبازة لو تضيق لنا عن طريقة لإيجابتهم أشكرة جدا عزيزة ربنا يبارك حضرتك زي ما قلت أخويا الحبيب جدا أستاذ حسام ده في رأي ضعفي مدخل خطأ للنقاش مع الملحدين ده هم من بيعملوها عشان يضيعوا الوقت ويسخروا أحيانا من المؤمنين زي ما قلت مرارا وتكرارا على قد ما أقدر مدخلك مع الملحد يوجد مصمم ولا لا اتفقنا نفيه مصمم نعرف صفات المصمم ده والمصمم ده بيعمل معجزات ولا لا المصمم ده بيقدر يقول وحي ولا لأ شكل وحي وايه وهكذا لو من الأول هم من أصروا بمنتهى العند رغم قوة الأدلة على وجود مصمم لعدم إنكروا صدقني مفيش فايدة ولا حل مهما هتعمل هيفضلوا فيه عنادهم لأنهم يعني أخف عليهم بإرادتهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته زي ما بيقول الكتاب لكن مرة تانية أخوال حبيب برضو احتراما لحضرتك لو حضرتك عايز برضو تبدأ معاه من موضوع الميلاد العزري ممكن تبدأ من النبوات لأنه لو لا فيش إله مستحيل إن تبقى فيه نبوات مكتوبة بدقة على حاجات كتيرة عن الرب يسوع المسيح بما فيها الميلاد العزري ظروف الميلاد وغيرها مكتوبة بمنتهى الدقة لو طبقنا عليه نظرية الاحتمالات تفشل تماما يعني لا معنية مقصودة ولو ما فيش إله عمره ما حد هيعرف المستقبل بدون هذا الإله العارف كل شي فممكن أخوال حبيب ترجع لملف نبوات ميلاد المسيح من عذراء نبوات وفي هذا الملف هتلاقي بعض النبوات اللي تؤكد ميلاده من عذراء وما ينفعش حد يخمنا وطبعا بالإضافة ليه بقيت النبوات عن الرب يسوع المسيح لأنه أكرر مرة تانية ها هو الملف بقول لحضرتك عليه لكن أكرر مرة تانية لو لا يوجد إله ودي على فكرة يتفق فيها الملحدين إلا اللي هم بيجدل الجدل وبيغلويشوا وبيستخدموا وصليه بغل لائقة الملحدين اللي فيهم نسبة من الاعتدال هو فعلا يتفق إن لو ما فيش إله يبقى ما فيش نبوة لو في نبوات دقيقة ما تنفعش تحصل بالصدفة لا يبقى ساعتها لازم يكون في إله أو حبيه موضوع الميلاد من عذراء حاضر نبقى ندرسه مرة من المرات ونتوسع فيها ولو أنت كمان تحب تتوسع معاهم في موضوع النبوات تقدروا طبعا عند حضرتك ملفات كتيرة عن النبوات ربنا يبارك حضرتك فأتمنى أنت تبدأ معاهم في وجود إله خالق ولا لأ ولكن برضو لو حابب تبدأ معاهم من موضوع الميلاد العذري يبقى من ناحية النبوات ربنا يبارك حضرتك أستاذ كريستيانز فوريفور نعمة وسلام رب المجد عزيز أشكرك أخويا الحبيب ربنا يبارك بتقول سؤالي ما معنى رب لمجد الله الآب معنى رب لمجد الله الآب في فيليبي المجد اللي صار لربنا يسوع المسيح لا ينفصل عن مجد الله الآب لأنه هو الآب واحد بس خلي بالحضرتك لو رجعنا للعدد اللي قبله بيقولك بيتكسو باسم يسوع ركز أنه قال باسم يسوع ما قالش باسم يسوع المسيح رغم من قبلها وبعدها يقول يسوع المسيح ما اللي يقصده هنا باختصار التركيز هنا عن الطبيعة الإنسانية في الرب يسوع المسيح فالرفع هنا للطبيعة الإنسانية للرب يسوع السجود هنا للطبيعة الإنسانية للرب يسوع يعني بيركز في الجزء ده على الطبيعة البشرية بدون انفصال عن اللهوت أو لهوت الكلمة بالطبع اللهوت مرتفعش اللهوت مش هعطيه اسمه فوق كل اسم الكلام ده على الطبيعة الناسوتية أو الطبيعة البشرية اللي في الرب يسوع المسيح اللي بدون انفصال عن لهوت لأنه بهذه الطبيعة مجد الله القاب بصليبه اللهوت ما تصلبش اللهوت ما تصلبش لكن المسيح الواحد بلهوته وناسوته كيان من اتحاد طبيعتين لكن بالطبيعة البشرية مجد الله الآب الصليب مجد الله الآب القيامة مجد الله الآب الفداء مجد الله الآب أنه زبح واشترانا فكل ده كان لأجلنا عشان نمجد نحن الآب على محبته وأنه هو أعطانا ابنه وأن ابنه بجسده بتجسد الكلمة أظهر محبة الآب فمحبة الله صغرت لنا فعمل المسيح الفدائي بلهوت المتحد بنسوته ولكن تمم الفداء بالنسوت جذب عدد لا يمكن من الأبناء للآب اللي هو زي ما بيقول في رؤية سبعة ألوف ألوف ربوات ربوات فهو ده لمجد الله الآب احنا عرفنا مجد الله الآب من خلال تجسد الكلمة الإنسان يسوع المسيح بلهوته ونسوته ولكن الفداء تممه هذا النسوت هل النقطة وضحت لحضرتك؟ ده معنى رب لمجد الله الآب إن صوت المتحد بلهوت تم تمجيده وبي تم تمجيد الله الآب ومعرفة الله الآب ومحبة الله الآب ده باختصار أشكر حضرتك جدا عزيزي السؤال التالي أستاذ عمدة نعمة والسلام رب المجد أشكرك ربنا يبارك حضرتك طول عندي سؤال مركب شوية ليه مدينة أورشليم مدينة السلام؟ مفحش سلام من بداية التاريخ مع العلم إن الله يعرف كل شيء وهو سمح بتسميتها بهذا الإسم أم إن الإسم مخصص لأن ملك السلام سيأتي لها ويكون السلام خارج منها وليس لها هي المنطقة الوحيدة على مر العصور التي لا تهدأ رأينا صراعات رهيبة من أدت إلى مقتل الملايين فالهذه فعلا مدينة السلام بص أخويا الحبيب أولا هي طبعا اسمها أورشليم فعلا أورشليم تترجم لفظا مدينة السلام أور شليم ولكن شليم كمان لها تصريف من اسم شام اللي هو سام بالعبر اسمه شام ولكن اللامت جاية في النص اللي هي ليه شام لكن هي بيئة شاليم وهي فعلا كانت مقر شام اللي هو أورشليم فده اسمها التاريخي لكن هي فعلا تعني مدينة السلام لكن خلي بالك سلام أرضي نمش معناه سلام أرضي ده اللي دايما يحاول يعمله الشيطان بالخديعة سلام ربنا سلام قلبي بمن يتمسك بملك السلام ربنا يسوع المسيح له كل المجد وعدنا بالسلام زي ما قال في يحنى 14-27 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب لكن قالنا في العالم سيكون لكم ضيق سلام إزاي وضيق لا مش بتكلم على سلام أرضي الناس كلها تسالمنا الأرضيين لا سلام قلبي سلام داخلي المسيحين أكتر ناس مضطهدين الأتعاب لا تتوقف المحاربات لا تتوقف حملين صليبهم باستمرار لكن السلام القلبي السلام الداخلي مش ظروفه المحيطة دي اللي قالها داود في المزمور 27 النازل علي جيش لا يخاف قلبي داود عمره معاش في سلام لكن ربنا كان مالي قلبه بالسلام إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن فالسلام مش معناها أنه أرشاليم تبقى هادية وجميلة ولا يرفع عليها حد سهم ولا غيره لا يكون شعبها مطمئن اللي بيؤمن بربنا رغم كل المحاربات عشان كده كل مؤمن حقيقي في العهد القديم والجديد رغم الحروب الكتير اللي عليه قلبه مليان بالسلام هي فعلا مكان استعلان ملك السلام الحقيقي الرب يسوع المسيح له كل المجد وهي عشان كده أكتر مدينة بيحاربها الشيطان بأتباع ولكن دايما ربنا بيخلي لأبناءه اللي جواها في سلام مهما قامت عليهم الحروب حتى باستمرار ينزل عليهم جيش لا يخاف قلبهم فاهمني أخويا الحبيب فالسلام قلبي وأرشاليم مقصود بيها السلام الحقيقي وليس السلام الأرضي الزائل أو الغير حقيقي أو الغير دائم أشكرك ربنا يبارك حضرتك أستاذ ماريو نعمة وسلام رب المجد بتقول هل يوجد مقالات حول المجامع المسكنية في موقعك على جوجل وهل يوجد فرق بين الأرثوذوكسية الشرقية والأرثوذوكسية المشرقية أشكرك عزيز وربنا يبارك حضرتك الإجابة باختصار لا أخويا الحبيب لا توجد موضوعات حتى الآن على موضوع المجامع المسكنية والحوارات المسكنية وهكذا ليه لأن تركيزي لهو الدفاع بواجه عام فبركز دائما على أعداء الإيمان اللي بيهجموا الإيمان ما بحاولش أدخل كتير في الخلافات الكنسية بعض الهجوم تم برضو على الأسرار فطريقة تتطرق لها ولكن بقلة فما بركزش لا على الخلافات الكنسية التاريخية ولا على الحوارات المسكنية رغم أن أنا دارس هذه الكورسات فلو عايز أحيي لك لبعض الكتب على سبيل المثال كتاب الكنائس الأرثوزوكسية الشرقية أيضا كتاب دليل الكنائس الشرق الأوسط فباختصار شديد حضرتك بتقول هل يوجد فرق بين الأرثوزوكسية الشرقية والمشرقية لا أعتقد أخويا الحبيب هي نفس الاسم فالأرثوزوكسية الشرقية أو المشرقية اللي هي معروف بها الكنائس الأرثوزوكسية الغير خلق دونية اللي هي بتسمى Oriental Orthodox وطبعا السلاسة الأساسيين في الكنائس الأرثوزوكسية الشرقية الغير خلق دونية اللي هي الكنيسة الأبطية والكنيسة السوريانية والكنيسة الأرمانية طبعا تحتهم فرق كتيرة الأسيوبية والأترية والهندية وغيرها لكن دولة الثلاثة الأساسيين دولة يختلفوا تماما عن عائلة الكنيسة الأرثوزوكسية الخلق دونية زي الروم الأورصدوكس والروسية والبلغارية وغيرها وغيرها لا رغم بينهم حوارات ودولة طبعا يختلفوا عن كنيسة الكاثوليكية فالأورصدوكسية الشرقية هي التلات كنيس الأساسية لطية والسيرينية والأرمانية يختلفوا عن الأورصدوكسية الخلقدونية اللي هي الروم الأورصدوكس ده باختصار شديد لكن الكتابات اللي قلت لحضرتك عليها كتاب دليل كناس الشرق الأوسط كتاب الكناس السكسير شرقية هتلاقي فيها تفصيلات أحسن بكتير وأفضل وجايبها لك تاريخيا من البداية ومن ما قبل مجمع خلق دنيا وما بعد أشكرك عزيزي ربنا يبارك حضرتك نعم وسلام رب المجد أستاذ عيسو أستاذ عيسو حمد ربنا يبارك حضرتك بتقول ليه ربنا يسوع المسيح بعد قيامة رفض مريم المجدلية تلمسه وقال لها لا تلمسين لأنه لم أصعد بعد أشكرك أخويا الحبيب تعبير لا تلمسيني في اليوناني ويمكن قلناه قبل كده على قد ما أقدر من زمان قوي فأشكرك على التكرار عشان أكرر الإجابة هي معناها لا تتشباث بي دون هولد يورسيلف أون مي يعني ما تتمسكيش بي ليه؟ خلي بال حضرتك في العدد هي قالت له رابوني في إنجيل يوحن عشرين أول ما قالت له رابوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأنه لم أصعد بعد إلى أبيه لكن يذهبي إلى أخواتي وقال لهم أني أصعد إلى أبيه وأبيكم وإلهي وإلهكم ليه؟ لأن هي لسه متشبثة بيه كمعلم أرضي رابوني لكن الرب يسوع المسيح قبل صعوده في يوم الأربعين قبلوا أن هم من يجسوه ويأكلوا معاه ده في نفس اليوم ويمكن بعدها بساعة يعني المرة الثانية المرة الأولانية شفتوا مريم المجدلية المرة الثانية شفتوا مريمتين على طول زي ما يقول لنا في إنجيل متى الثمانية وعشرين فيما هما منطلقتان لقهما يسوع وقال سلام لكم فأمسكت بقدميه وسجدت له يعني لمسوه فالموضوع مش موضوع لا محدش المسني لا الموضوع ما تتمسكيش بيه كمعلم أرضي أنا إزاي ما ارتفعتش في نظرك حتى الآن إلى المستوى السماوي ده المعنى المقصود برضو تلميزه لما قالوهم انظروا يدي ورجلي وجسوني وموقف تومة في إنجيل يوحنى عشرين هتأصبعك في جنبي وأبصر يدي ارجع لملف ظهورات رب المجد وحتلاقي الموضوع والأعداد اللي تؤكد أن الرب يسوع المسيح أكن قابل أن هم أن يلمسوا بألأكل معهم ظهورات رب المجد بعد القيامة الملف ده أخويا الحبيب ولو عايز الملف الكامل ظهورات رب المجد وترتيب الأحداث وشبهات الرد ايذر اور اللي حضرتك تحب ده باختصار أخويا الحبيب سؤال تاني لأستاذ عيسو حاضر بس أرجو نكتفي بسؤال واحد في المرة إزاي المسيح بعد قيام أكل مع التلاميذ بالجسد الممجد آه دا كمالا للسؤال اللي فات وهو قال إن ملكوت الله ليس أكل وشرب فعلا حزيزي الله له سلطان على المادة مش ربنا أكل وشرب مع إبراهيم في العهد القديم وده قبل التجسد لما ظهر ربنا لإبراهيم عند بلوتات ممرة في تكوين 18 فكانش لسه تجسد وكان مع ملاكين والعدد بيقول بوضوح أنه إبراهيم جيري وزبح لعجل مسمن ومش قال عجل الرخص وقال صار أخوزي دقيق سميز وي 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 وضع أمامهم فأكلوا أكلوا فالطعام مادة ربنا يقدر يتحكم فيها بسلطانه فده رب يسوع المسيح حتى في زهراته في العهد القديم يقدر يتحكم في الطعام والمادة ويحاولها كما يشاء لكن فعلا ملكوت السموات ليوجد بيه أكل وشرب زي ما حضرتك قلت زي ما بيقول كتير لا يزوجون ولا يتزوجون وقبل يكونوا كملكة الله في السموات اللي ما بيكلوش وأيضا في رومي 14 ليس ملكوت الله أكلنا شربا وهكذا شكرا جدا عزيزي أستاذ أمريكان دريم نعم وسلام رب المجد أخويا الحبيب بيقول عندي سؤال هل كانت أوروبا بزمن حكم المسيح منتعشة مثل اليوم وهل كانت هناك حكم علماني بهذا الوقت مثل ما سمعتم بعض العلماء المسيحيين والرب يسوع يباركك أشكرك جدا أخويا الحبيب ربنا يبارك حضرتك لا الصورة دي غير صحيحة في زمن الرب يسوع المسيح والقرون الأولى والقرون الوسطى أيضا لكن خلينا نركز على قرون الأولى في زمن الرب يسوع المسيح جزء من أوروبا كان محكوم بالقبضة الرهيبة الرومانية روما روما نفسها كان فيها مجلس شيوخ وكانت متقدمة ده كان للرومان بس أما بقية الشعوب اللي كانوا مسيطرين عليها في أوروبا كانوا شبه عبيد في منتهى قسوة العبودية وحياة صعبة متدنية جزء ثاني كان من أوروبا وخاصة الجزء الشرقي كان تحت حكم فارس الرهيب أيضا للمستعبدهم وزليلهم وحياتهم متدنية جدا جزء ثالث منهم اللي عرف فيها رب من القبضة دي والقبضة دي زي مثلا أغلب إنجلترا اللي روما ما عرفتش توصل لها كلها كانوا قبائل بدائية اسلوب حياتهم برباري متدني جدا يعني بنتكلم مناطق قليلة أوروبية كانت منتعشة اللي روما لكن أغلب أوروبا كانت متدنية جدا مش منتعشة زي ما بيقول البعض الفلاحين كانوا بيموتوا من البرد بيموتوا من الجوع ما عندهمش لا حضارة ولا ثقافة الهيجين ضايع يعني كانوا صعبين جدا اللي رق روما وأنعشها هو المسيحية هي اللي رفعت روما كلها مش بس الإمبراطورية الرومانية ولا البيزنطية المسيحية هي اللي رفعت روما كلها وخليتها تتقدم اللي ينكر ده حقيقي بيبقى غير أمين وبينكر التاريخ أشكر حضرتك جدا عزيزي ربنا يبارك حضرتك ارجع حتى لتاريخ إنجلترا على سبيل المثال واشوف حال إنجلترا ده القبائل اللي كانت موجودة في إنجلترا ده يا راجل كانوا بيعملوا حاجات فظائع زي البرابرة يعني هوا البرابرة كانوا أستاذ جورج نعمة وسلام رب المجد عزيزي بتقول هل أخطأ فعلا أيوب أن نقدم زبائح لأولاد وخوفا عليهم من الموت الأرضي لذلك قال والذي خشيت منه وقع علي لا أخواني الحبيب أيوب خلينا جرب يفتح ولا لا أيوب ما كانش بيقدم زبائح خوفا من الموت الأرضي أيوب كان بيقدم زبائح علشان لا يكون واحد منهم أخطأ في قلبه زي ما بيقول في الصح الأولاني عدد خمسة ولما دارت أيامه أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عدد كلهم لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم وهكذا كان يفعل كل الأيام لا مش عشان بس خايف عليهم يموتوا لا عشان خايف ليكونوا أخطأوا في قلوبهم فبيعمل ده باستمرار فهو بيمارس حاجة الكهنوت بتاع رب الأسرة اللي كان موجود في هذا الزمان قبل الكهنوت الهاروني من ساعة نوح يعني حتى طبعا قبل الطفان لكن من ساعة نوح من بعد الطفان الكهنوت الأسري رب الأسرة هو اللي بيقدم زبائح عن ولاده عشان ما يكونش فيهم حد أخطأ فده ما بيعملهوش لا خايف عليهم بس يموتوا موت أرض لا عزيزي الحاجة الثانية أنا لا أتذكر العدد لحضرتك بتقول والذي خشيت منه وقع علي هل هل تقصد لما بيقول والذي فزعت منه جاء علي ده اللي أعتقد أفتكره لا اللذي فزعت منه جاء علي طبعا أيواخ أكون أمين مع حضرتك عليه اختلاف العدد ليه تفسيرين واحد أنه لما بدأت الضربات خاف انها تزداد وفعلا زادت اللي كنت خايف منه لما بدأت الضربات انها تزيد فزادت فجاءت علي لكن فيه تفسير تاني بيقول أنه أيوب في أيام الراحة بتاعته كان خايف من المستقبل هو ده اللي بيقوله ارتعبا ارتعبت فأتاني والذي فزعت منه جاء علي أنه كان خايف من المستقبل وده يظهر عيب خافي كان موجود في إيمان أيوب أنه ما كانش عنده إيمان قوي جدا بربنا حشان كده كان خايف من المستقبل لكن ده ما لهوش علاقة بالزبائح الزبائح كان بيقدمه عشان ما يكونش فيه خطيئة لأنه كان بار بزيادة أو كان بار في عين نفسه كويس؟ هل عرفت أوضح لحضرتك؟ فلا كان بيقدم زبائح علشان الخطيئة مش عشان خايف عليهم يموتوا أرضيا واللي كان خايف منه أنه هو الضربات تزيد وفعلا زادت وكان خايف من المستقبل وده أظهر يعني ده شبه اعتراف بدون مقصود منه أنه هو فعلا كان ما كانش عنده قوة إيمان بالطريقة الكافية أشكر حضرتك جدا العزيزي أستاذ جمال نعمة ونعمة وسلام رب المجل بتقول مش قادر استوعب أن الشمشون بكل اللي عمله أن بولس بالروح القدس يحطوا من أبطال الإيمان في رسالة العبرانية مش قادر طبعا ديك حق أخويا الحبيب وصلي بص عمل الروح القدس مش بس الوحي الوحي لا توقف عند الوحي المكتوب الوحي المكتوب كتمن بسفر رؤية لكن عمل الروح القدس لا يتوقف في مرحلة تانية بيعملها اسمها الإعلان لكل واحد مننا لو أنت معثر في قصة شمشون صلي أكتر من مرة وأطلب من ربنا بروحه القدوس أن الروح القدس يعلن لك إيه المقصود وحيكشف لك القصة على فكرة طبعا شمشون مش بطل إيمان في كل شيء ده أخطأ كثيرا جدا زي وزي كتير إبراهيم بكل المصائب اللي عملها داود بالكوارس اللي عملها جدعون باللي عمله وأعثر كمان وراه كثيرين وهكذا فشمشون ليس بطل إيمان في كل تصرف ده تصرفاته مليانة مصائب لكن شمشون صنف بطل إيمان في عبرانيين 11 فقط لأنه اعتمد على ربنا في مواقف كان حد غيره يخاف المواقف اللي دافع فيها عن الشعب بدون خوف هي المواقف دي اللي وقف فيها بإيمان بدون خوف هي المواقف دي اللي اعتبر فيها بطل إيمان ولأجلها سجل بطل إيمان كويس فممكن ترجع لملف كيف يعتبر الكتاب المقدس شمشون بطل إيمان اكتب كلمة شمشون بطل إيمان وحتلاقي الملف أخواني الحبيب اللي بشرح فيه فمرة تانية هو لا يعتبر بطل إيمان في كل حياته ولا حتى نهاية حياته هو يعتبر بطل إيمان في المواقف اللي وقف فيها وبقوة كان أي حد غيره يخاف لكن هو بقوة بقوة إيمان ودافع عن شعبه حتى في الموقف الأخراني هو طبعا كان بيشوف وفيه احتمالية ضعيفة انه كان ينجو لكنه لما في الآخر حتى قدم توبة بيقول ربنا بس شددني المرضي فقط فانتقم نقمة واحدة من عين الفلسطينيين هو زيه زي أي جند بيروح المعركة وبيصلي لربنا هو عارف انه في احتمال كبير لما يروح المعركة ده هيموت ده ما بيعتبرش منتحر ده هو رايح يقوم بمهمة يعني عليه دفاعا عن وطنه ودفاعا عن شعبه الجند اللي بيروح المعركة مستعد للموت دفاعا عن وطنه وعن شعبه رغم ان العدو اقوى منه بكتير احتمالية موته عالية ده ما بيعتبرش منتحر لا ده بيعتبر بطل وشجاع حتى لو مات وهلا كده نعتبر انه كل جندي بيموت في معركة دفاعا عن وطنه كده منتحر لا فده باختصار شديد اخوال حبيب فشمشون ليس لكل موقف ولكن المواقف اللي اظهر فيها قوة ايمان فقط وهي قليلة كمان مش كتير هي دي اللي بيذكرها الكتاب المقدس بالنسبة له كبطل ايمان اشكرك عزيزة وربنا يبارك حضرتك دكتور او دكتور دكتور او استاذ دكتور هو اسمه كده اليوزور ني اشكرك عزيزة ربنا يبارك حضرتك بتقول هل الاهتمام بالمظهر خطية لا يا دكتور ده ده مش خطية الاهتمام بالمظهر مش لازم نكون منظرنا غير لائق لكن كل شيء بلياقة بلاش المبلغة اي حاجة اعملها بلياقة وبترتيب لكن اهم حاجة اي حاجة اعملها اعملها لكن احط في ذهن ان انا مش عايز اعصر احد هضرب لك مثال سخيف سمحني جدا عليه هذا المثال عشان اوضح لك الفرق لو واحد وواحدة لابسين شورت وتيشيرت وراحوا كنيسة حضروا الاداس ده يعتبر غير لائق بالمرة صح لكن لو راحوا بالشورت وتيشيرت على الشاطئ ده يعتبر محترمين فالامر لياقة ايه المناسبة زي ما قال معلمنا بوليس الرسول في روميا 13 لنسلك بلياقة ويعد الخطايا لا بالبطر والسكر ولا بالعهر ولا بالخصام والحسد وزي ما قال في تسالونيكي الأولى أربعة لكي تسلكوا بالياقة عند الذين هم من خارج يعني اتصرف بالتصرف لأك وطول ما تصلي لربنا ربنا بيرشدك روح الله القدوس دايما يئمة حيبكتك لو أنت مزود الموضوع أو يوضح لك أن الموضوع مفوش إشكالية فمفيش حاجة اسمها الاهتمام بالمظهر خطية لكن بدون مبلغة وبدون عفرة لأحد ده كل القصة أستاذ يشوى نعم وسلام رب المجد عزيزي بتقول من هو فاقفيلوس الذي كتب له لوقا تلميز يشوع المسيح في إنجيل لوقا واحد وعمل الرسل واحد أشكرك جدا عزيزي ربنا يبارك حضرتك اكتب بس كلمة فاقفيلوس في الموقع وهتلاقي سواء في ملفات القانونية قانون قانونية إنجيل لوقا أو قانونية سفر عمال الرسل أو أيضا راضد على شبهة أنه لا ده شخص كان موجود في القرن التاني الميلادي أوكي فاقفيلوس ده ده دلقب ويه آسف العزيز ساقفيلوس ده 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 كلمة العزيز ده ده مرتبة محددة في روما في هذا الزمان هتلاقي الشرح موجود هنا أخويا الحبيب هل إنجيل لؤة أو صفر عمال لرسل كنت في القرن الثاني لأنه ساوفيلس في القرن الثاني يوجد أكتر من شخص اسمه ساوفيلس ده فيه واحد ساوفيلس تتكلم عليه يوسيفوس يعني في القرن الأول لكن زي ما قلت لحضرتك ارجع لملف قانونية إنجيل لؤة وهتلاقي الموضوع ده يعني باختصار أو صفر عمال لرسل أو هذا الملف هو شخص ما نعرفه بالزبط مين هو لكن واضح إن هو شخص مرتبته عزيز ده مرتبة رومانية هامة في هذا الزمان اتذكرت أربع مرات كلهم بيعبروا عن مرتبة رومانية العزيز فيلكس في عمال لرسل 23 العزيز فيستوس في عمال لرسل 26 وهكذا كويس وهو كان ليه هذه المرتبة في الإسكندرية فهو كان حاكم في الإسكندرية لأنه معلمنا لؤة كتب من أخائية وأرسل له الإسكندرية وكتبهول عشان هو له القدرة أن هو ينشر هذا الإنجيل كويس فده الحاجات البسيطة اللي نعرفها عن العزيز ساوفيلوس ما عندناش معلومات كتير عنه لكن مرتبة قيادة رومانية أو يعني طايتل روماني موجود كان في الإسكندرية في هذا الزمان ده كل اللي نعرفه عنه وشخص يسق فيه لوقة البشير أنه هو قادر على نسخ الكتاب المقدس طبعا نسخ الكتاب المقدس كان غال جدا في هذا الزمان فهو بمكانته كان يقدر ينسخه ويوزعه على الآخرين ده باختصار جدا عزيزي أشكر حضرتك وربنا يبارك حضرتك عزيزي أستاذ أحمد نعمة وسلام رب المجد بتقول عايزين شرح للسلوس يا دكتور أشكرك جدا عزيزي ارجع للموقع أول حاجة لو عايز بتبسيط ارجع لملف الرد على فيديو السلوس المسيحي لماذا لا يفهمه المسلمون ده هتلاقي في فيديو اسمع له خاصة الجزء الأولاني بس من هذا الفيديو الثلوس المسيحي لماذا لا يفهمه المسلمون الجزء الأولاني شرحت فيه الثلوس بتبسيط شديد أخوان حبيب لو عايز أعمق من كده شوية كمل في الملف ده أو اسمع الملف تاني الرد على فيديو أباء الكنيسة يتهم البابا شنوطة بالهرطاقة والتشكيك في الثلوس اكتب كلمة بس حتى التشكيك في الثلوس والملف ده شرحت على قد ضعفي تماما اتناشر حقيقة كتابية اهو اتناشر حقيقة كتابية عن الثلوس اوكي لو عايز كمان أعداد تؤكد اللي بقوله لحضرتك افتح ملف الثلوس او اكتب بس حتى الثلوس وحتلاقي الثلوس في العهد القديم في العهد الجديد في أقوال الأباء عند اليهود أمثلة من الطبيعة وهكذا فلو عايز تتدرج لو عايز حاجة بسيطة جدا زي ما قلت لحضرتك الرد على فيديو الثلوس المسيحي لماذا لا يفهمه مسلمون الجزء الأولاني أو ربع ساعة مبسط جدا مفهوم الثلوس بأعداد كتابية اعمق ادخل على الفيديو ده اللي قلت لحضرتك عليه وهتلاقي في نقطة مكتوبة وتسمع لهم بعد كده عايز أعداد كتابية أكتر عن الثلوس تشرحوا ادخل للثلوس المقدس في العهد القديم والعهد الجديد وهكذا كلهم موجودين في الموقع أخوال حبيب أشكرك جدا على سؤالك ربنا يبارك حضرتك لكن أعتقد من الاسم حضرتك أخ عابر فلوليك أي نقطة محددة خدامك وتحت أمرك عزيزي ربنا يبارك حضرتك أستاذ ماريوس نعمة والسلام رب المجد عزيزي أتمنى بأنطأ الاسم صح وسمحنا لو أخطأت بتقول هل الدين والعلم يا تناقضان واذ لا؟ ليش تم ترويج هذا لنا أشكرك جدا عزيزي ربنا يبارك حضرتك يعتمد على نوع العلم المتكلم عام بص يا أخي الحبيب وأقولها لك والله يعلم أنا أقولها لك بأمانة بدون مجاملة ولا تحيز العلم الملاحظ المختبر المتكرر العلم المقاس العلم اللي قدامنا الملاحظات العلمية يتفق تماما مع الكتاب المقدس وعندي بدل المثال مش عشرات ولا مئات ألاف أما العلم الفرضي اللي بيسمى العلم التاريخي الهيستوريكال ساينس اللي بيعتمد على افتراض ما حدث في الماضي تفهمني؟ ده عن عمد بيحاولوا بأي شكل يضعوا فرضيات بدون أدلة تخالف الكتاب المقدس عن عمد أصدنها ليه؟ لأنهم من ساعة ما بدأوا يسرقوا العلوم الحديثة اللي أنشاءها المسيحيين وكل التقدم العلمي الحديث ده أبقوا كلهم مسيحيين لما بدأوا يسرقوهم منهم كانوا عايزين بأي شكل لأنه بيكرهوا الكتاب المقدس فكانوا بيحاولوا يضعوا فرضيات خلف ويعملوا فرضية ويتكلموا عليها كما لو كانت حقيقة بطريقة كاذبة أدرب حضرتك مثال بسيط قوي أدلة الطوفان لا حسر لها من أقوى الأدلة أي إنسان يبص على الطبقات الرسوبية العملاقة في الأرض يعرف اللي موجودة في كل مكان وفي كل قارة يعرف على طول اللي الأرض تتغطت بطوفان عملاق غطى الأرض كلها كون الطبقات الرسوبية دي قضينا فيها حاجة واربعين محاضرة عشان بس أقدم أدلة قليلة من الكثير جدا وينفو ذلك ويروا واحد عالمية من ده في المريخ يعني في عندنا أخدوط في المريخ أو ما بيشوف الأخدوط ده رغم من الأرض مليانة أخدين أو ما بيشوف الأخدوط ده في المريخ يقولك آه المريخ في يوم من الأيام كان فيه طوفان غرق المريخ ميا وبعد كده الميا ده بقرت وما نعرفش راحت فين يعني الدليل اللي بتشوفوه في المريخ اللي بيقولكم أن بناءا عليه بتستنتجوا أن المريخ في يوم من الأيام حصل عليه طوفان بتشوفوا ميت ضعف على الأقل لي على الأرض وتنكروا أنه حصل فيه طوفان على الأرض ده أنتو يعني الكيل بميكيالين ده مش كيل بميكيالين ده أنتو يعني تعديتوا الموضوع ده بكتير الكتاب المقدس تكلم على الخلق بوضوح فييجي العالم المسيحي والعالم الملحد الاثنين بيلاقوا جمجمة الجمجمة دي تشبه قوي القرى ده على سبيل المثال الشمبانزي والشمبانزي القسم ولما يقيسوا الإياسات بتاعتها وأبعادها يلاقوها بوضوح تنطبق على التنوع من الشمبانزي القسم كويس بناءا على الملاحظة دي ما نختلفش عليها الملاحظة دي عمرها ما تناقض الكتاب المقدس اللي تكلم على تنوع الحيوانات كويس العالم المسيحي يشوفها يقول ده تنوع قديم من الشمبانزي أو يشبه له وانضفر العالم الملحد علشان يخالف الكتاب المقدس يحط فرضية لا الجمجمة دي جدي طيب تقولهم ايه فالعلم الملاحظة المختبر المتكرر المقاس المتيرياليستيك يتطفق القوانين دايما عمرك ما هتلاقي قانون يختلف مع الكتاب المقدس أما العلم الفرضي هو ده اللي بيعملوه فرضيات وبيلفقوله أدلة دائرية عشان يخلفوا بالكتاب المقدس هلو نقطة تضحت وطبعا ده اللي تكلمت عنه كتير في الجزء الأول من سلسلة الرد على الحد وتطور هي مقدمة الرد على الحد وتطور ربنا يبارك حضرتك أستاذ أمجد نعمة وسلام رب المجد عزيزي بتقول انت تقول ان الحكم الألفي ليس ألف سنة بل هو عدد مجازي طيب ما يمكن ان الجيوش اللي سوف تهجم على دولة إسرائيل ليس مئتين ألف ألف جندي فقط هو مجازيب خاصة انه عدد كبير جدا لا حاجة لكل هذا العدد المهول أشكرك جدا عزيزي على السؤال بتاع حضرتك طيب أنا أقول ان أنا أؤمن بالملك الألف الحرفي ولكن لا أخطي الرأي الآخر اللي مصر عليه أنا فقط بأرفض انه الرأي اللي بيؤمن بالملك الألفي الحرفي بيخطأ الاحتمالية المعنى الروحي بل بيوصل لدرجة ان أحيانا بعضهم بيبالغ ويكفرهم ويوصل للنتوسانيين والكلام ده كل ما علينا لكن الكتاب المقدس أعطى فيه سفر الرؤية صحاح 20 أدلة توضح انه هو عدد رمزي أما على 200 مليون جندي الرقم اللي هو 200 ألف ألف يعني 200 مليون العدد ده قد يكون معنى رمزي لكن قد يكون معنى رمزي لكن هو مين قال ما ينفعش حرفيا ليه لأنه الصين والهند اللي كل واحدة منهم دخل على ربع سكان الأرض مليار ونص دخلين على مليار ونص ها يقدروا يطلعوا جيش 200 مليون يعني على فكرة قادرين على هذا الأمر ده مش حاجة خيالية لكن ده أمر في المستقبل ما نعرفش إيه هيكون سببه ولما يحصل حنفهم القصة بتاعته لكن لأن الملك الألفي بدأ قريجي قدام عينينا وشوفناه عشان كده بنقول إن هو رقم مجازي أو رقم رمزي فاهمني؟ ففيه فرق ما بين الاثنين ورغم ذلك أنا ما أخطأش الرأي الآخر ده باختصار عزيزي وأشكر حضرتك جدا ربنا يباركك أستاذ أنت الملك نعمة والسلام رب المجد عزيزي بتقول هل يوجد مياه على سطح المريخ في القدم؟ ولو كان موجود لماذا سمح الرب بوجودها وصمة بخرها؟ أشكرك جدا عزيزي أيوة يوجد بقايا مياه متجمدة على سطح المريخ حتى الآن وأثار مياه على المريخ توضح إن كان فيه مياه خلي بال حضرتك الكتاب المقدس يقولينا كل شيء من الماء وبالماء ده في معلمنا بطرس الرسول رسالة الثانية صحة ثلاثة كويس؟ يخفى عليهم بإرادتهم السماوات كانت من القديم الأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء كويس؟ ففيه حاجات كتيرة في السماوات عليها مياه ده قالها الكتاب المقدس سواء فيه توسع الجلد والمياه التي فوق الجلد هو ده مصدرها عشان كده عندنا هذا الكم الرهيب من الشهب الثلجية اللي هم من بنفسهم بيدعوا إن مصدر مياه الأرض منها كويس؟ أو أحد النظريات بداية الطوفان إنه مزنب ثلجي عملاق تفتت قبل ما استتضم بالأرض وعشان كده أجزاء منه استضمت دي المريخ وعملت هذا الأخدود أجزاء منه استضمت بوجه واحد للقمر عشان كده عندنا واجهين للقمر وجهه يعني شبه أملس مش قوي ولكن شبه أملس ووجهه آخر مليان كريترز فقد يكون هذا أو زاك فليه ربنا سمح بوجودها؟ لا سمح بوجودها لأن المياه موجودة في كل مكان في الكون حضرتك عارف أن أغلب الحلقات اللي حوالين الكواكب زي أورانس ونيبتون الحلقات دي تلج ودليل قصر عمرها أو حجارة ثلجية ودليل قصر عمرها لأن بعدها لسه أبيض ما جمعش غبار كوني حتى الآن فسواء من بداية الخليق في توسع الجلد الماء الذي فوق الجلد وهو ده المخلي درجة لتحرارة الكون 2.7 كالفين سابتة أو سواء المريخ بالذات في سبب حادثة الطوفان وبعد كده بالسبليميشن عشان ما عندهوش غلاف جوي هربت الميا دي بالتسامي زي ما هي تتحول من متجمدة لبخار مباشرة بدون ما تعبر على الحالة السائلة هل التضح؟ فهو مش ربنا سمح بي بوجودها وبعد كده بخارها لا هي الظروف اللي حصلت أو النظام اللي حصل به سواء في الخليق أو في زمن الطوفان مش عارف سكان السؤال وضحته لحضرتك لو عايز توضيح أكتر عنية لتنين تحت أمر حضرتك أستاذ أمير بهاء نعمة وسلام رب المجد عزيزي بتقول ما هي التوقعات حضرتك المستقبل للإسلام في الغرب أشكرك عزيزي ربنا يبارك حضرتك ومين أنا الحقير أن أقول توقعات أنا قل من ذلك بكثير ولكن باختصار الإسلام بينتشر في الغرب؟ أيوة أنا آسف الحكماء الغربيين الليبراليين مشورتهم بهيمية سامحوني في هذا التعبير لكن أقدر أقوله للأسف فتحوا أوروبا على مصرعيها للمسلمين وبيعادوا المسيحيين بطريقة واضحة لأنه الشيطان للأسف يعني متحكم في أغلب من هؤلاء أغلبهم ديمون بوزست زي أرسلا وغيره 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 والمسلمين بيروحوا هناك فرصة ينهبوا هذه البلاد كعادتهم وليس كل المسلمين في مسلمين رائعيين وبيشتغلوا بأمانة لكن في نسبة أكتر من المسلمين جاية بس زي ما قالوهم رسولهم لم أأتي للزرع ولكن أتيت للحصاد جايين يكلوا زي الجراد وزي مغصفهم الكتاب بالجراد يكلوا خير أي حاجة وعشان كده الشعوب الأوروبية تخلف عيل والعيلين بالكتير وعددهم في النازل والمسلمين يخلفوا لهم 10-12 عيل وعشان كده بيغلبوا يباهي بهم الأمم زي ما قالوهم رسولهم وده أعتقد هيكون واحد من أسباب ضعف الغرب وبشدة خاصة في وقت جوج ومجوج الغرب هيبقوا بيعملوش حاجة غير أن هم بيشجبوا بس ولكن مهما يعملوا مش هيتعدوا ربع الأرض مهما حاولوا زي ما قال سفر رؤية 6-8 الفرس الأخضر الجالس عليه اسم الموت وهو ده الإسلام الأخضر ده الأخضر الميت الأخضر الكاذب الهوية تتبعوا لأنه خارج من الهوية لأنه ملبوس بالشيطان جبريل ده الشيطان الأكبر أعطي سلطاناً على ربع الأرض فمش هيتعدوا ربع الأرض وفعلاً يقتل بالسيف والجوع والموت بوحوش الأرض لكن عشان كده تلاحظ حضرتك الإسلام بينتشر في الغرب وبيجف في الشرق ينتشر في بعض المناطق والمناطق اللي كان انتشر فيها دلوقتي في أفريقيا وبعض الدول الأسيوية جايين عابرين كم رهيب جداً أصول شجرة الإسلام في الشرق بتجف من أصولها فهم من يكسبوا السطحيين جداً الغربيين اللي بسبب اللي عملوا الليبراليين في التعليم بالتعليم السطحي فطلعين شباب ضايعين مش عارفين حاجة وكرهين ثقافتهم وتاريخهم ولونهم ولغتهم وجنسهم ووطنهم بسبب التعليم الليبرالي المفتوح فالمسلمين بيركزوا على دولة وبيركزوا على المساجين وبيركزوا على كل هؤلاء وفي المقابل المسلمين بيخسروا المثقفين اللي بيصبحوا عابرين فأيوة للأسف حيسطروا جزء كبير من الغرب اللي هيضعف بسببهم واللي واضح انه ابتدى يضعف ولكن مش هيتعدوا ربع الأرض وفي المقابل حييجي منهم ألوف ألوف ربوات ربوات عابرين لربنا في زمن العابرين اللي بدأوا وإحنا شايفينه وبقوة ده باختصار عزيزي أستاذة ناني نعمة وسلام رب المجد بتقولي هل موسى هو من كتب الأسفار الخمسة الأولى لأن هناك من يقول أنه لم يكتب أي شيء سواء الوصائل العشر أشكر حضرتك جدا أستاذة ناني لو تحبي حضرتك إرجاعي إلى ملفات قانونية كل سفر والأدلة تؤكد أنه لكاتب هذا السفر موسى بما فيها تعابيرات ويقول وكتب موسى وسلم هذا الكتاب لللاويين يعني قيلها لفظا هتلاقيها في كل سفر من الأسفار الخمسة وأيضا راضد على موضوع نهاية سفر التسنية لكن كمان أجملت الموضوع ده في حاجة اسمها نظرية المصادر رضيت عليها اكتبي بس نظرية المصادر اللي بيدعو أن موسى مش كاتب الأسفار الخمسة دي اتجمعت من مصادر مختلفة دي تم الرد عليها وممكن مرة من المرات نعملها موضوع واللي وضحت أدلة على سبيل المثال توضح أن الكاتب الأسفار الخمسة كلهم موسى بنفسه مش مش شخص تاني طبعا الموضوع ده كبير جدا لكن لو عايزة حضرتك هتقدري في كل ملف من الملفات دي هتلاقي الأدلة اللي توضح أنه موسى هو اللي كاتب هذا السفر أو لو موضوع نظرية المصادر هتلاقيه موجود والرد على هذه النظرية في هذا الملف ربنا يبارك حضرتك أستاذا ناني أتمنى أكون أرشبت حضرتك تلاقي فين الردود باختصار أستاذ بسام نعمة وسلام رب المجد سؤال آخر أخي هولي أشكرك عزيزي أنا مش شايفي السؤال الأولاني قد يكون من الأسبوع اللي فات يعني مش فاكر في سفر التسنية صحح 21 عدد 11 لماذا يحلق رأس السبية ارجع إلى الموقع اختار سفر التسنية 21 سفر التسنية 21 وهتلاقي الملف الرد على السبي وملكات اليمين وهقول لحضرتك برضو باختصار لكن لو عايز الملف تفصيلا هتلاقيه هنا في هذا الجزء عزيزي الرد على السبي وملكات اليمين في اليهودية سفر التسنية 21 لكن باختصار هنا خلي بال حضرتك هي لازم بياخدها زوجة شرعية ما عندناش حاجة اسمها ملكات اليمين على الإطلاق ده هي لو لقى وحدة جميلة أعجبته وعايز يتزوجها يعمل ايه كويس امرأة جميلة الصورة التصبت بها واتخستها لك زوجة ما فيش حاجة اسمها ملكات اليمين طيب ما ينفعش الكتاب المقدس لأنه شعب اسرائيل في شريعة العزل ما ينفعش ربنا يسمح لهم يتجوزوا من الأمميات الوسانيات واللي يضلوهم ويخلوهم يعبدوا الأليه الوسانية حضرتك عندنا مثال واضح سليمان وحصل معا ايه ففي هذا الأمر لو هي وفقت ان هي تتزوجه بيبتدي يعملوا شريعة التضخير فحين تدخل اليها تدخلها الى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها يعني ايه ده طبعا ما فيش حاجة اسمها اجبار ده لو هي وفقت ان هي تبقى عروسة مستقبلية لك فالعادات الوسانية تحتاج تشيلها الرمز التاج الوساني بتاعها القديم شعرها تحلقه ويطلع لها تاج جديد تاج عبراني شعر الجديد اللي هو التاجها تاج المرأة تقليم الأظافر معلها تخلص من الأشياء الميتة لأن الأظافر من الخلايا الميتة في كسم الإنسان فبتبدأ حياة جديدة كويس؟ بتتركها في بيتك شهر من الزمان قبل ما يتجوزها تعمل ايه؟ في الفترة دي تقعد في بيتك تنزع صياب سابيها الصياب القديمة اللي أنا خلاص هي بيئة هتبقى إنسانة يهودية فتشيل الصياب القديمة بتاعت السابي وتلبس ملابس إنسانة يهودية تبكي أباها وأمها شهر من الزمان فترة الحداد عليهم وبعد كده هتتجوزها في الجواز بتحصل حاجة في اليهودية اللي هي المجفى معمودية الزوجة اليهودية دي أحد أنواع المعموديات اللي هي بتقفى قدام الكاهن بيسألها إن هي عايزة توافق إن هي تبقى يهودية أيوة معمودية الأمميين اللي يتهودوا وفي المعمودية دي موافقة إن هي تتزوج هذا الرجل بتقول أيوة لازم قدام الكاهن بتعلن الموافقة على فكرة اللي هو الكتب الكتاب واللي لازم يسألوها وتد الموافقة كل ده الإسلام سرقوا من اليهودية ده لازم الكاهن يسأل المرأة في اليهودية إن هي سكاة موافقة على الزواج ولا لا وبعد كده يتزوجها فتصبح له زوجة ده باختصار شديد لو هي رفضت بتطلع حرة زي بارد ما عندنا أعداد كتيرة تتكلم وشرحتها في ملف العبودية في اليهودية كويس؟ ده القصة باختصار شديد أستاذ بسام ارجع لي ملف زي مولت لحضرتك وهتلاقي الإجابة بشيء من التفصيل عليه اللي نولتها لحضرتك الوقت باختصار شديد فليه بيحلق رأسها؟ ده علامة أن هي بتتخلص من تاجها الوسني وبتلبس تاج جديد اللي هو تاج اليهودية فبتترك حياتها القديمة وبتبدأ حياة جديدة تماما ده القصة باختصار أستاذ ميمي نعمة وسلام رب المجد هل المفروض دفع عشور أموال المساعدة التي تعين إنسان على تأمين بعض احتياجاته؟ هل أصدح حضرتك مساعدة الغير؟ ولا أساعد نفسي أن أنا قام من احتياجاتي أنا؟ العشور إعطاء وليس احتفاظ يعني أنا أقدم أموال مساعدة للغير إخوة الرب لكن لو مقصود بيها احتياجات الغير طبعا وأدفع للشخص سواء عايز أموال بديله أموال عايز حاجات عينية بديله حاجات عينية أقدر أروح بالأموال دي العشور أشتري له حاجة وادهاله بيها بأي طريقة عايز أموال عايز احتياجات وتفر حسب الحالة وحسب موقفها إيه؟ لو إنسان شايفه جعانه محتاجه لكن مضمن خمر مش هديله فلوس يضيع فلوسه في الخمر هشتري له أكله الشرب كل موقف يختلف عن التاني شخص تاني لا مش هتحكم فيه الأموال دي يكون مصيرها إيه لو شخص أنا أصب فيه بديله الأموال وهو بيتصرف فيها ويفك زن إيته زي ما هو شايف ده المقصود لكن لو سؤال حضرتك مقصود أن أنا أقام من احتياجات أنا شخصية لا ما بستخدمش أموال العشور في تأمين احتياجات الشخصية لا ده أعطيها للآخرين ليس الاحتفاظ بيها ده باختصار أخت العزيزة أستاذة ميمي ربنا يبارك حضرتك أستاذ إذاك نعمة وسلام رب المجد بتقول هل صحيح كنيسة الكاثوليكية طلعت تصريح مباركة زواج الشواز للأسف يحزنني أقول أيوة مع ملاحظة أن البابا فرانسس آلف بوضوح حاول يبرر هو قال كده ليه فهو قال أن الشزوز خطية ولا يزال كنيسة بتقول عنه خطية ولكن لها ليست جريمة عشان كده بيبركوهم طبعا أنا أرفض هذا الأمر وده ليس عزر لا عندنا مثال كتابي واضح زاني كورونسوس يضطرد بره الكنيسة لغاية ما يتوب تماما عن خطيته لولا ما يرجع ما فيش حاجة اسمها يدخل الكنيسة وهو بيفتخر بخطيته وانبركو لا لكن أيوة ده اللي قاله البابا الأول ما كناش رضينا علق عليه لأنه مش عارفين الفاتيكان هيأكد ولا هينفي لكن لما طلع فيديو شرحه هو يقصد إيه أكد هذا الموضوع أيوة طلع تصريح بتغير في مصار الكنيسة الكاثوليكية أن هم من يبركوا زواج الشوازة رغم أن لسه بيعتبروه خطية وعشان كده يوجد كاردنالات كتير في الكنيسة الكاثوليكية معترضين وأعلنوا اعتراضهم على اللي قالوا وللأسف يحزني أن يوجد أخبار عن احتمالية انخسام في الكنيسة الكاثوليكية بسبب هذا الأمر فربنا يصدر نصال للإخواتنا الكاثوليك أن ربنا يرشدهم وحتى لو ما فيش حدا ما بيخطئش حتى لو واحد أخطأ في قرار ربنا يلفت نظره ويفتحينه عشان يرجع عن قراره الخطأ ده باختصار آسف جدا ما حدش يزعل مني أستاذة الأحباء وإخوات الكاثوليك سواء مؤيد أو معارض يعني أتمنى ما تزعلوش مني ربنا يباركو نعمة وسلام رب المجد أستاذ الزبير حسان نعمة وسلام عزيزي بتقول عندي سؤال عن أنبياء الكذب كما يقول القتاب المقدس ممكن سمات هؤلاء الأنبياء أشكرك عزيزي هل برضو حضرتك أستاذ الزبير أخ عابر بركة كبيرة لو رجعت أخي الحبيب لسفر التسنيع صحح 18 فعلا الصحح ده وغيره من الصححات لكن ده يعني فيه تركيز بدأ يذكر صفات الأنبياء الكذبة وقدمت في الملف ده 44 صفة لأنبياء الكذبة وبالصدفة أخي الحبيب كلهم 44 صفة اللي وصفهم الكتاب المقدس للأنبياء الكذبة ينطبق على رسول الإسلام هؤلاء الملف كيف نفرق بين النبي الكاذب والنبي الصادق حسب الكتاب المقدس وذكر لنا الكتاب المقدس اللي يجيز ابنه أو ابنته في النار اللي يعرف عرافة وعائف ومتفائل ويقبل السحر والرقية الشرعية ويسأل الجانة والتابعة كل كلام ده رجل صدام ربنا no way إنه يدعي ننبي من عند ربنا ويفعل هذا الأمر لو يقول نبوة وتظهر غلط زي ما قال مثلا زي ما رسول الإسلام في الأنفال 65 و 66 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين نسبة واحد لعشرة اللي هي نسبة بتاعت داود وإن منكم مئة يغلبون ألفا بعد كده أوبس ده نطلعت غلطان ده إله الإسلام الآن خفف الله عنكم وعالف أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبون متين نزلها من واحد لعشرة نزلها من واحد لاتنين أو يسكر لكم أحداث غيبية وتطلع غلط أو يوافق إنه يجيز الأبناء في النار دي تقليد للعبادات الوسانية زي اللات والعزة يتعامل بأسلوب العرافة والتفاؤل والعيافة إن النبي كان كله فإني عائف كان بيعيف وده بالضبط وصف الكتاب المقدس الأنبياء الكذا يتعامل بأسلوب السحر والحجاب وطبعا عارفينه الموضوع سحر الرسول يتعامل بأسلوب الرقية حتى لو الدعن هي شرعية ما فيش حاجة اسمها رقية الرقية دي ولا شرعية ولا غير شرعية ده كل ده أعمال شيطانية وده رسول كذاب يتعامل مع الجن أو التوابع ده على طول رسول كذاب زي رسول الإسلام اللي الدعن هو رسول الإنس والجن وقضى ليلة مع الجن الليلة الحمراء اللي قضاها مع الجن كان يقرأ لهم قرآنا وقالوله إن احنا سمعنا قرآنا عجبا وقالوله ما بيأكلوا الروس ومش عارفوا إيه وإيه وإيه يستشير الموتة وأرواح غير طهرة زي رسول الإسلام بتعطي الزط أشعرهم اللي كانوا بيمططوا الرسول وأنا لا أقول تعبير موسيق ده لفظ موجود في الحديث ومحدث الألباني وده حديث حسن صحيح وهكذا هتلاقي الـ 44 صفة اللي قالها الكتاب المقدس أنبياء كذبة وقالها القرآن إن هي صفات رسول الإسلام أو الأحاديث في الملف ده أخوال حبيب ربنا يبارك حضرتك أستاذ ياشوى نعمة وسلام رب المجد بتقول هل ممكن للمؤمن فقدان الخلاص أشكر حضرتك جدا على السؤال كده هندخل في خلاف طائفة فأقول باختصار شديد طبعا معروف يوجد رأيين الأول أيوة يمكن هلاك المؤمن والمدرسة دي لأنا أنتمي إليها ليه؟ لأن عدال الكتابية فيه رأيي واضح رأي آخر أحترمه رغم أن أرفضه لكن أحترم قائلينه اللي هي المدرسة الغير تقليدية اللي بتحاول تقول لا لا يمكن هلاك المؤمن بناء على كلام كالفين واللي تمسكوا بيه وأصروا عليه حتى الآن لما بنقدم لهم أعداد كتابية أو أمثلة لشخصيات كتابية واضحة عن مؤمنين هلكوا بيصروا يقولوا لا دولا ما بنسمهمشوا مؤمنين رغم أن واضح أن هم مؤمنين على سبيل المثال عبرانيين 6 لأن الذين أستنيروا مرة وذاقوا الموهبة السموية دولا أستنيروا يعني تمت لهم الاستنارة عملوا الروح القدس ذاقوا الموهبة السموية حصلوا على مواهب صاروا شراكاء الروح القدس ذاقوا كلمة الله الصالحة الكلمة حل فيهم قوات الضهر الآتي وصاقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة اكتب عزيزي جملة هلاك المؤمن في الموقع وحتلاقي ملفات كتير هلاك المؤمن والملفات دي هتلاقيها قدام حضرتك بتشرح لك أوضح حاجة أنا ما عنديش أي إشكالية نختلف في الرأي احنا بنقول أن يمكن هلاك المؤمن اخواتنا الأحباء المخالفين في الرأي كل احترام ليهم منذ الأخوات الأعزاء اللي بيقولوا لأ ولو كان يبدو أن هو مسلم وزاق ويلي 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 وستنير بكل الكلام ده وسقط يبقى هو ما كانش مؤمن ما علينا اختلاف تسمية لكن ما عنديش أي إشكالية في اختلاف الرأي في هذه النقطة لكن إشكالية الوحيدة أحزن جدا من بعض المفسرين الغير تقليديين اللي وصلوا لدرجة وسمحوني على هذا التعبير بيحاولوا يحرفوا معنى بعض الكلمات على شان ما اعترفوش بخطأ رأيهم زي موضوع كل غصن اللي يأتي فيها بثمر ينزعه يقولك لا الكلمة اليوناني ما تعنيش ينزعه ده تعني يرفع عشان يشوف الشمس شوية لا أم سوري مش هنلعب في ألفاظ الكتاب تحريف معنى يطرحوه يلقوه في النار يقولك لا مش هيرموه في النار دي معناها لا نختلف الرأي احتلب اختلاف الرأي تماما نلعب في معاني الفاظ الكتاب المقدس دي بقى ما بعدهاش اوعى تحاول تتلاعب في معنى كلمات الكتاب المقدس عشان بس ما تغلطش نفسك نختلف الرأي وتقول انا فاهمها بطريقة تانية لكن ترجع تقول لا ده الكلمة اليوناني تعني كذا لا ام سوري دي بقى مش هنعديها فاهمني اخويا الحبيب فحيا مدرستين وانولت لحضرتك باختصار الفرق بينهم باختصار شديد جدا عزيزي طيب اشوف لو فيه اي اسئلة في الفيسبوك من اساسية الاحباء احنا كده فضلنا بالزبط عشر دقايق وما خدتش اسئلة بقيتهم الفترة اللي فاتت انا للأسف المرة اللي فاتت اخدت بس اسئلت اليوتيوب فبسرعة شديدة طيب الاستاذ تي هوم بيقول بعد اذن حضرتك الحلقة الاسبوع اللي فات غير موجودة هل تقصد حضرتك استاذي تي هوم التعليق على الاحداث لو تقصد بقية الملفات طبعا موجودة في الموقع اخوة 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 الحبيب وفي قناة اليوتيوب في معادة الحاجة الوحيدة اللي محملت هاشيا التعليق على الاحداث ده ده اللي كنت بقوله من شوية صغيرة فموضوع الميتاترون موضوع الميتوكوندريا حواء اللي تثبت الخلق والقصة الخلق الكتابية وخطأ التطور لكن التعليق على الأحداث كان موجود في الخدمة يوم الثلاثة الكاملة اللي هي 23 يناير ليه؟ لأن أنا ما بحمل التعليق على الأحداث لوحدها اليوتيوب اللي بعاتلي وقال بوضوح شديد أنت توجهاتك مقالفة للكوميونيتي بيها اليوتيوب فبيحزفوها وشبه بما معناها قريب حيحزفوا قناة اليوتيوب بالكامل فبيتحملها على الرمبل وعارف أن يا إما تقدر توصلها في الخدمة بتاعت يوم الثلاث آخر ثلاثة ربع ساعة هي التعليق على الأحداث في نفس قناة اليوتيوب أو لو بيفتح عندك رمبل هتلاقييني بحملها كل أسبوع على رمبل أو لو حتحب حضرتك تقدر ترجع للموقع وحتلاقيها الملف المكتوب في صورة PDF أو لتسجيل الفيديو موجود على موقع دكتورغالي دوت كوم وده أشكر ربنا بيفتح في كل مكان فالتعليق على الأحداث لو مش لقيها في حتة وعايزها تقدر ترجع لموقع دكتورغالي دوت كوم وحتلاقي التعليق على الأحداث نازلة أسبوعين في معادة ربنا يبارك حضرتك أستاذ لهوت روح نعمة وسلامة رب المجد بتقول أحب شاركك بيقين شديد بما أنت متأكد منه بإيمانك وثقتك في سلمان أشكرك جدا عزيزة حقيقي دايما بتشجع ضعفي لا أستحق ربنا يبارك حضرتك أحد المراجع الهامة بنسبة لي أشكرك أخويا الحبيب بتقول ثانيا حرزك فليسا يعتبر نعم الأمانة لما بتقول إثبات محكم ومنطقي من الطالة العالية النجاسية دي أشكرك جدا حقيقي ما استحقش كل الكلام الجميل وبتقول أخويا الحبيب هوت دفاعي لهوت روحي أنا أسف رابعا لما واجه حد من أصدقاي اللي بحبه أشكرك عزيز كل الكلام الجميل حقيقي لا استحقه ربنا يباركك فعلا دايما بتشجع ضعفي ربنا يحفظ عليك أعدل بس المباشر أستاذ محب لـ 30 يناير 2024 بس اللي حصل أخويا الحبيب الأسبوع اللي قبل اللي فات في فترة الأسئلة لأستاذ الحباء زعله جدا إن أنا ما بالحقش أخلص الأسئلة وبيقولوا دا أنت حتى في ناس اللي بتيجي دايما بدري بتحط الأسئلة هما جزء منه كبير بيكون نفس الأشخاص فقولت لهم خلاص أنا هاخد بقية الأسئلة وإن هاردة هجاوب على الأسئلة اللي ملحبتش جاوب عنها المرة اللي فاتت عشان كدا ما أخدش أي أسئلة نهاردة جديدة وجوابت على الأسئلة اللي مقدرتش أجاوب عنها المرة اللي فات عشان ما حدش يسعى وحاحاول حاضر فترة الأسئلة لأسبوع اللي بعد الجاي هحاول أسرع هحاول ما أقولش التعليق على الأحداث عشان اوفر الوقت ساعتين وشوية اخد اسئلة على قد مقدر طيب انا مش شايف اي اسئلة في الفيسبوك بركة كبيرة ربنا يبارك حضراتكم صوت مزعج ربنا يبارك حضراتكم طيب اعتقد خلصت كل اسئلة المرة اللي فاتت في حاجة بسرعة شديدة في الخمس دقايق اللي فاضلين استاذ يشوى شكرك عزيزي موضوع المولود من فوق وكانت خلاص كانت فقدان الخلاص للمؤمن اللي لسه بجاوب عليها استاذ دودو فريد موضوع خطيط عخاني بن كرمي حضرتك موضوع فكر تحريم الاشياء والحيوانات لو حضرتك رجعتي لملفين الملف الاولاني كيف يقتل اولاد عخان بن كرمي بخطيط ابيهم ودي جاوب توضحت ان الاولاد ما تقتلوش ده عخان بس هو اللي تقتل وايضا الرد على شبهة كيف يعاقب الله يعاقب الحيوانات وحتلاقي حضرتك الرد للأسف الفكر الحديث اللي احنا فيه اه ليه ربنا وحش وشرير مع الحيوانات يقللوا من مكانة الانسان ويغالوا جدا من مكانة الحيوان ده للأسف اللي بيعملوا ده لدرجة اعتبروا ان الانسان حيوان وده غير صحيح فألا يصبح كل سنة بلايين من الحيوانات طعامة للانسان ما بناكلش فراخ باستمرار وعجول كلهم بيأكلوا هذا الامر ألا يقتل الانسان مباشرة حتى الغير مسيحي مهما كان اي حيوان بيمثل تهديد للبشر او املاك البشر ألا تقتل حيوانات بكم ضخم في تجارب شركات الادوية ألا يقتل حكم كبير من الحيوانات عشان يستخرجوا منها أشياء يعتبرها الانسان مفيدة بما فيها مستحضرات تجميل فالحقيقة دي مغالاة ان لو حيوان اتقتل او حيوانين اتقتلوا عشان يستخدموا كأداة في خطية لا نبلغ فيها جدا ليه 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 لا حرام لا مش حرام الحيوان ده حاجة ربنا خلقها للانسان ده حتى النباتات هي عبارة عن self replicating food factory الحيوانات مفهاش روح ما نعرفش يا حتى تشعر بالقلم ازاي كلها بيبتبقى ألام فيزيائية عصبية مفيش عذابك كمشاعر وإدراك ده كل القص عشان كده ربنا قال أنتوا أفضل من عصفير كثيرة ما تفضلوش تقارنوا نفسكم بالحيوانات ارجعي بس لملاف أخت العزيزة وهي حتلاقي مشروح أكتر من اللي أنا بقول لحضرتك بعداد كتابية تحاول تصحح لانطباع اللي عملوا فينا الفكر الحديث ده التقليل من مكانة الإنسان والمغالاة من مكانة الحيوان ده مش صحيح أشكر حضرتك جدا أخت العزيزة ربنا يبارك حضرتك أخوان الحبيب أستاذ عبدالله العزاوي كل السنة وحضرتك طيب يعود عليك الأيام بخير باختصار شديد النصيحة حب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك حب قريبك كنفسك طبعا وما تقلقش السنين الجاية ربنا يبارك فيها أكتر من السنين الماضية وده من العهد الجديد زي ما قال الرب يسوع المسيح لملخص الوصاية وزي ما قال الحكيم سليمان اتق الله وأحفظ وصياه فهذا هو الإنسان كله ربنا يكون مع حضرتك عزيزي أستاذ علي ما معنى كلمة عيروكم كلمة عيروكم يعني اللي هي شهروا بيكم تشهير ردي شمتوا فيكم يعني اللي هي احنا بيسموها في الإنجليزي ديفيم أو ديفيمينج ان هو طل عليك شهرة رديئة فهم شمت فيك ده باختصار أستاذ بلايباك ما معنى كلمة طوبة هل هي كلمة عبرية أم يونانية هي مذكورة في الاتنين موجودة في العهد الهديم عبري وموجودة في العهد الجديد يوناني فعبري اللي هي كلمة إي شير اللي هي بركة اللي هي الإنسان يتقدم ويثمر أكتر في اليوناني اللي هي كلمة مكاريوس اللي هي بركة اللي هي برضو معناها إثمار اللي هي بلسنج بالإنجليزي أكتف بالقدر ده أستاذيت لأحباء وخلونا خلاص لأنه هي ساعة ونص فخلونا ندخل في تعليق على أحداث أعتقد جاوبت زي ما وعدت على كل أسئلة خدمة الثلاث القبل اللي فات فترة الأسئلة أحاول أصرع الثلاث الجاي وأخذ أكتر أسئلة على قد ما أقدر بس مهما حاولت الوقت هي بلي حدود فمعليش سامحوني محدش يزعل مني أنا خدام لحضراتكم فمحبش حد يزعل ويقول أنت بتجاوب على الأسئلة الناس الأولينين وبس وأسماء متكررة وما بتجاوبش على إيد بقية أسئلتنا هنا حاولت أجاوب على كل الأسئلة على قد ما أقدر ربنا يباريكم ويحافظ عليكم يا رب واسكروني في صلاة حضركم لو كنت أخطأت بشيء بفعل بقول التعبير بمعلومة أنا إنسان ضعيف كثير الخطأ لكن لو حصل صدقوني لم يكن عن قسط ربنا يباريكم حضراتكم ترجمة نانسي قنقر